موسيقى جيني للخين خلينيك عشايا لأجيني شطا رهشة راكبا جاهدين الكرام نحييكم أينما كنتم في حلقة جديدة من اخبار الناس حيث يروي الناس للناس قصص الناس أملا بأخذ الدروس والعبر في فصل الشتاء تكثر المبادرات الفردية وكذا الجماعية التي تهدف إلى تقديم يد العون لفئات مجتمعية تعاني من البرد القارس لغياب المأوى والكساء الذي يقيهم شر هذا الفصل محمد رحم وياسر مزواري ثنائي أخذ على عاتقه تقديم الرعاية للمحتاجين عبر مبادرة أطلق عليها اسم غطين اليوم سنتعرف إياكم مشاهدين على تفاصيل هذه المبادرة النبيلة وفي اخبار الناس أيضا سيواصل المشاكل السيسر المراكوشي تجسيد عددا من الظواهر الاجتماعية عبر فقرته اليومية الرسالة سكوت يا الموعاق حكاً يا مون أنت موعاق أنت مجأة تمشيش خصك تضملين أنت إنسان ناقص أنت إنسان ناقص أنت شوف إنسان ظرفه موشي والله يتنقلبك يا الموعاق يا الموعاق أنت أنا موعاق وخصك تضملين وخصك خيرية أنت موعاق وأسير فأنت أفلسك مشينه أسكس بيطار فشي تضملين حكار أنت أنا حكار أنت موعاق وبعيدا عن الرسالة سنرحب وإياكم بمراسل البرنامج عصام العباري الذي سينضم إلينا من إقليم إفران للحديث عن دار التضامن والتي تهتم بالمسنين والمشردين الذين لا يملكون المأوى ويعانون في فصل الشتاء من البرد القارس عصام مرحبا بك مرحبا بك نوفل وإحباب المشاهدين الكرام إقليم إفران وبالضبط من دينة أزرو منكم أن ترجعوا لنا لتعرفوا تفاصيل كتب على دار التضامن ونعرفوا القصص وحكايات المسنين اللي مستقبين في الدار هذا أرجعوا لنا لتعرفوا تفاصيل كتب شكرا جزيلا لك عصام سنعود إليك في الجزء الثاني من البرنامج من أجل التعرف على المبادرات التي تقوم بها هذه الدار من أجل تفادي ربما البرد القارس الذي يعاني منه الساكنة هناك وخاصة الذين لا يملكون أي مأوى ولا أيضا الكساء والغطاء إذن مشاهدين هذه أبرز عنوين حلقة اليوم قبل أن ندخل في تفاصيل أسمح لي أن أرحب بضيوفي الكرام وأبدأ معك محمد رحمه ناشط جمعوي وأيضا منسق مبادرة غطيني محببك محببا ترحب موصول أيضا بياسر مزواري رئيس جمعية تطلعات شباب المغرب سياسر محببك وأنت أيضا منسق لهذه المبادرة النبيل إذن البداية كالعادة ستكون بفقرة قضايا الناس خريطة تفاعلية في موقع جوجل تدلك على الأماكن التي يتواجد بها أناس يحتاجون للغطاء وللباس يقيهم برد الشتاء هذه الخريطة تنترج في إطار مبادرة غطيني التي أطلقها الناشط الجمعوي محمد رحمه رفقة عدد من الرفاق هذه المبادرة عرفت انتشارا واسعا في عدد من مدن المملكة ومزيد من التفاصيل نتابعها في هذا الروبرتاج جو قارس بالدار البيضاء هذا اليوم محمد يجول بين أزقة المدينة بحثا على الأماكن التي يأوي إليها المشاردون اتقاء البرد منذ سنوات عمل ضمن جمعية بالمحمدية على تأمين الأغطية والألبسة للمشاردين في فترة البرد واليوم بعد توقف الجمعية لا يزال محمد يحمل هذا الهم ويفكر في وسيلة لتحسيس الناس بهذه الفئة عبر مبادرة تحمل عنوان غطيني مبادرة الشهب محمد سرعان ما حصدت تفاعلا كبيرا خصوصا على مواقع التواصل الاجتماعي الخارطة التي وضعها على شبكة الانترنت أحدثت أثرا في مدين كثيرة على طول البلاد فيما سعد جمعية تطلعات شباب المغرب إلى تحويل مبادرة غطيني إلى حركة مستمرة تمد يد العوني المشاردين على مر الفصول هو الاستمراري هو السؤال المطلح في حقيقة استمراري هو السؤال مهم هو الناس الآن دبات قريبا يومين وثلاثين باش تلقنا المبادرة على صفحات التواصل الاجتماعي وعندها نلقت واحد تجاوب كبير وقع الناس بغا تساهم كيفاش ندير كيفاش ندير كيفاش ندير طيب مزيان غدي يجيبونا هاتش ولكن تساؤل اللي خص ننزلو عند الناس كيفاش يمكن لنا نزيد ونستمرو فاتش يكون هاتش تصرف لعادي عندنا دي التضامن الهدف دي أن تكون حركة في المغرب كامل في المشكلة طبعا الحال هذا ليس حل مستدام ولكن على الأقل حل المشكلة اللي يكون ديك ساعة هو أن الناس يبدوا يخرجوا في المغرب كامل ويديروا شي حاجة مع الناس اللي يعانيهم من التشرد تضامن في سيغة فعل بسيط بإمكانه خلق الفارق في حياة آخرين ومبادرة تظهر أن الفرق بين الحلم والواقع مجرد خطوة محمد حلم بعالم دافئ للجميع وسرع في اتخاذ خطوات انتلاقا من انترنت ثم تحول فعل الافتراض إلى الواقع اليوم يتم تحديد أماكن أناس يحتاجون الدفء ويسعى فاعلون لتوفيره بفعل مبادرة غطيني مبادرة نبيلة كما قلنا في البداية ولم تكن الأولى ولن تكن الأخيرة سواء لك محمد رحمه حتى اليسيم الزواري وعدد من الشباب الذين أخذوا على عاتقهم ربما مساعدة المحتاجين ومنهم كما قلت في الروبورتاش من يعانون من فصل الشتاء قد يكون الشتاء فيه نعمة وخير على الفلاحة على أمور اقتصادية أخرى ولكنه نقمع على المشردين الذين لا يملكون المأوى هل هي المبادرة وليدة الصدفة أم أنك قمت كما بحثت في نشاطك الجمعوي كنت تقوم بمثل هذه المبادرات إلا أن الجديد قد يكون تلك الخريطة التي تحصر من خلالها من سيستفيدون من هذه المبادرة المبادرة ليست بمبادرة جديدة في مبادرة كنت تندمها واحد الجمعية في مدينة المحمدية المبادرة ليست نشاطة الجمعية اسميها SOS جون أو SOS شباب كنا كل فصل الشتاء فش كيف يبدأ فصل الشتاء في شهر دجمبير ونوفمبر كنت نديروا واحد الحملة لجمع تبرعات أغطية وألبيسة وكنت نديروا توزيع وباش نسهل الخدمة كنا نصيبنا هذه الخريطة التفاعلية اللي في جوجل مابس وبقيت هذه الخريطة رغم أن المبادرة تحبسات واحد سنتين أو ثلاث سنوات ولكن بقيت الخريطة وتقريبا أن هذه الأماكن لم يكن تبدلوش لأنها أماكن معروفة فكل شيء كان نحاول نطلب من الناس النومي يعمروا هذه الخريطة لكي كانوا شئ ناس أخرين يخدمون نفس المبادرة إلقوا الأماكن في أن يكونوا هذك الناس جميل ولكن هذا المجهود ليس بمجهود فردي معك مجموعة من الشباب منهم أنت يا سر مزواري هل تعتقد بأنه قلت في الروبرتاج أنه هناك إقبال من الناس ولكن هل تعتقد بأن مثل هذه الخريطة قد تكون بالفعل واضحة من أجل حصر ربما تلك الأماكن التي يتواجد بها وناس بالفعل يحتاجون لكساء يحتاجون لغطاء خاصة أنهم عندهم لا مأوى لا مأكل لا مشرب لا داخل القار وحتى فصل الشتاء قد يزيد وينغص عليهم حياتهم صحيح أن الخريطة في حقيقة كوسيلة هي خريطة تفاعلية وبالتالي التفاعلية التفاعلية لا يمكن أن يتفعلها مع الناس حتى القبيل لدي الناس أنهم ينخرطوا في هذه السيررة أنهم نعتقوا هذه المشرادين ونحاولوا ما أمكن نخفو عليهم نقطة هذه الشتاء لا يمكن أن إذا لم أدخلت وحتى أحد المشرد في أحد اللي كنت وقدرتها في الخريطة فلا يمكن أن هناك ناس المبادرة يمكن أن نحصروا بغريب كامل يمكن أن نحصروا في مدينة جهة جهة معينة مدينة معينة مثلا المدينة التي سنقوم بها التجربة الأولى بيلوت هذه المبادرة بشكلها الجديد لأن المبادرة كما قال السي محمد هي المبادرة ليست وليدة اليوم ولكن الآن هي تقاطع مجموعة للنوايا تحديث ربما تحديث في الآليات حتى في الآليات يعني الآليات لأنه جوجل مابس تجيبها وتحط خريطة وتحصر الناس ماشي أمر متوفر للجميع ماشي سهلة ولكن هي عملية التي هي إلى الناس وعادة بالأهمية فستسهلينها بزاف الحويش وثانيا أنه سنحس المواطنين في المغرب كامل بأنه يمكن لك تقدر تنقضوا واحد ستنقضوا كل نهار مثلا في الزنقادية في الحياة تنقضوا واحد نعز ولكن مرحبا نفعلوا شي حاجة إذا عرفنا بأنه هنا واحد 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 من أجل 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 المعلومات حتى إفادة ربما الجمعيات المحلية الناصطة في هذا المجال لأنه ليس بزمن بعيد دازوا في البرنامج حملة دفع هاك خود البس عدد كبير جدا من المبادرات التي كانت مبادرات بالناء أولا تهدف لتحقيق نفس الهدف والغاية وهو أن إقاءة الناس ربما شر البرد القارس بغاية تفصل لي شوي يعني ميكانيكيا كيف يتم تحديد أماكن تواجد هؤلاء الناس والمواطن الذي قد يكون في مكان ما من خلال هذه الابتكاسو وهذه كيف يقدر يدخل كيف يقول في الزنقة كذا في الشارع كذا في الحي كذا يتواجد مثلا مجموعة من المراهقين الذين يعتبرون من فئة المشردين وليس لديهم مأوى ويعانون من هذا البرد القارس أول مبادرة في الأول كما قلت كنت من طرف المجموعة الأعداء للجمعية اللي كنا كان خدموه غيبيناتنا في الخريطة جوجل مابس لأي واحد أي واحد يقدر يتفاعل معها نشوفها معنا إلا قدرت تعطينا الصورة ثابتة فكس إلا اسمحتي عبد الرزاق يعني كنشوفوا هذه الإشارات ومثلا على نواحي المحمدية كازابلانكا هادو شنو المقصود فهذوك هذوك العلامات أماكن اللي من بعد مورر عدة سنوات من هذا العمل اللي كنا كنديروه نعم كنلقوا كنلقوا فيهم واحد الناس كنحدوا هذوك الأماكن كنمشيوا 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 من الناس الجديد في الخريطة هو أننا بواحد تتكتب اسمية الشارع ربما النخيل مثلا كنمشيوا كنمشيوا بواحد النخيل إقامة كنمشيوا بأن المكان نقطع واحد كيكون واحد سيد كنمشيوا واحد المكان واحد آخر فهذه الإقامة حيث فيها صقيفة كيكونوا خاوين كنواحد سيد واحد آخر كنزع كندير رقم اثنان ما عندك شو واحد اللي تقدر تتمكنك أنه أوكي ها هو المكان ها هي الخريطة التي تحدد أماكن المشردين ولكن في نفس الوقت ونمشي معك يا سيد ها هي الطريقة لمن أراد أن يتبرع مثلا بكليكت هو يدخل يحدد موقعه مثلا أنا هذا قريب مني نقدر نمشي نعاونه في الآن يعني في الحين هذا هو الجديد اللي كنطمحوا أننا نديره اليوم جاء واحد سيد واحد مبرمج برمج لنا واحد الموقع اللي كيعطي تقريبا بحل هذه الخريطة جد سال في التعامل معه والجديد في هذا الموقع وفي التطبيق غادي يكون تطبيقها موبيل هو أنه اليوم غادي نقدر مثلا أنا كمواطن عادي كنقول بأن هذا المكان في واحد سيد نعم ومحتاج الغطاء ولا محتاج اللباس ولا محتاج الطعام وبوحد طريقة اللي كتحافظ على الكرامة دي الإنسان يعني ما كنحاولوا ماكسموم أننا نحافظوا على الحال في كل برد ود البس تبقى مخفية دي الإنسان يعلقهم في الشجر بركان استضافنا شباب نخضى ما شاء الله كيدروا في الشجراء وعارفين أماكن تواجدهم بلا ما يتلقابلوا معهم بلا ما يشوفهم بلا والو كيمشون كيأخذوا منهم ذلك الألبسة تحدث في الروبورتاج ودائما أعود إليه كمصدر على أن هناك كان إقبال كبير جدا من طرف الناس صحيح هي في حقيقة هذه الفترة وحتى في الجمعية اللي تنشتغلوا فيها هذه ثلاثة سنة والأربعة تنعملوا بحالة المبادرة الناس تكون عندها دائما إقبال ميول أنها تتساعد دير الخير هذا طبع فينا نحن كمغاربة مع الكرام والسوليداريتة والتضامن الآن كذلك الإقبال هو أكثر لنعلاج لذلك المبادرة أخذت واحد البعد أنه هي جمعة الأشخاص اللي أصلا عندهم تجارب في المبادرة بحال هذه تحدث بناتهم محمد مروان من مؤسسات جمعيات مختلفة وأشخاص موحدتكوش لايكل تنظيمي ولكن وحدتكو الغاية والهدف النبيل منها نحن في حقيقة بغينا تكون حركة ماشي مبادرة لأن المبادرة هي آنية مناسباتية وآنية هيدوز البرد سليلة الحركة شنو؟ هي حركة اجتماعية علش طرحت سؤال استمراري لأنه ماشي صحيح أننا نعطوها للناس ونلبسوهم ونكسيهم في الصنقة ونخليهم في الصنقة ماشي هذا هو التصرف صحيح؟ تدهر لي ولكن أقل الأضرار أقل الأضرار طيب دازل البرد أحد فيه البرد ملاقيته حتى على الأقل جاكيته ولا شي حاجة قب ولا طاقية ولا قل اللي بغيتي ولا لفحة وتسعى منهم سكين في ذلك طيب دازل البرد ومن البعد كين حالات اللي ممكن أنها إعادة النظر فيها إعادة بتأهيل وإدماج كين أطفال أطفال اللي الأصل ديروا علش كان في الشارع علش وجه الشارع لأنه اجتماعيا مشكل أسري أسري لو أمكننا إحناية في إطار تتبودي لهذا الطيف لأننا نرجع إلى المشكل الإساري ونحلوه فطيق بي أنه حققنا واحد من الهدف النبي الذي لهذه المباطرة ولكن هذا جميل هذا هدف بعيد المدى ولكن على الأقل خطوة أولى هي أن يكون مثلاً مثل هذا الأمر وهذه التقنية الجديدة على أساس أنه على الأقل حققت إشعاع زادت عدد المتضامنين لأنه لنكون صريحين يعني هناك أناس كثر مثلاً عندو شي حوائيش قدام ما كيلبسهمش وما كرهش مش يتبرع فيهم ولكنه يفتقد للوسيلة الآن حدثني عن الرقعة الجغرافية التي شملتها ربما هذه الخريطة التفاعلية الجديدة الرقعة الجغرافية في الصراحة كتشمل المغرب كامل هذه الخريطة ما يعنيش بأننا كنخدموه على المغرب كامل فمثلاً هذه العودة قريباً للمبادرة لأننا كمجموعة من الشباب سنخدمو اليوم على المدينة المحمدية هذه الخريطة لا يمكن أن نحصر على المبادرة كما قال الأخ ياسير فالمسألة نحن نطمح أنها تكون حركة التي ستبقى مستمرة على العام كامل لأننا كنين حالات خاصة بحل دباً منهم خصوصاً الأطفال المسؤولين على رأسهم والتي نرى أن الحالات تتفاقم فالهدف دينا هو أن الخريطة تقدر تكون الرقعة الجغرافية محلولة اليوم للمغرب نطمح أنها تخرج من المغرب أن المسألة كأي موقع فهو كيش من العالم كامل اللي قدر يحدو فيه الناس والهدف دياله هو أن هذوك الناس ما يبقاوش غير مرعين لأن اليوم الناس أشنا هو الهدف ديال الأول ديالنا هو أن الإنسان فش يدوز في الشارع ويمر حدا وحد الحالة اللي نأسه في الزنقة يشوفها مش يبقى يمر عليها كأنها جزء من المنظر العام ينتبه ليها ويكون عنده إحساس بما يشعر ذلك الإنسان الذي منا وفينا يعني هو نتاج مجتمع شيئنا أم أبينا ولكن قبل ذلك أريد الحديث عن ربما اقتراح لما لا أن يكون هناك بالنظر إلى أنكم تطمحون لتوسيع الرقعة الجغرافية من المحمدي وصولا للدار البيضاء قد تكون في مراكش قد تكون في مدن أخرى يعني لماذا لا يكون هناك تواصل مثلا مع جمعيات محلية على أنه إن كان هناك فائد في التبرعات لما لا أن يكون إرسالها لجمعيات أخرى في بوادي في دواشر في دواحي وهناك فئة تستحق أن تساعد صحيح إحنا لكي ندرنا الإضافة لهذا التطبيق خلقنا واحد صفحة في الفيسبوك سميناغ الطيني هذه صفحة التي بغينا من خلالها تواصلها بشكل فعال مع جميع الفاعلين في هذا القديم كان جمعيات ما نعرفوش جمعيات المغرب نحنا طبيعة الحال عبر البرامج بحلقة الفزياء والبرامج الحوارية بغينا نصلوا بأن هذه الخريطة دي الناس كاملين دي المغربة كاملين والجمعيات كاملين حنا خلقناها لهم أنوتي ليشتغل به الجميع اللي غد سهل غدع الجميع أنهم من يتلقى واحد المشرات في الشارع تيكليكي تيكليكي فالجمعية الأقرب لذلك المشرات اللي تتشتغل في ذلك المجال بحقيقة هي اللي يجب أن تأخذها لعاتقها أنها تمشي وطرعها نحن لا يمكن أننا نتواجدوا حاليا مثلا نكون هذا بأنا ويجب أن نمشي الوجدة ومشي بعد مرة صحيح نحن لا نطلب منها شيء نطلب منها أننا نحن نسهلوا أن يستر الأمور عبر هذه التقنية الحديثة ونخلقوا المبادرة ونحطواها على السكة الصحيحة وثانيا من البعض نمكنوا منها جمعية المجتمع المدني وبشكل مجاني وستطاح للجميع وبنسورس رقال هلسي محمد وتحدثت يستر عن استغلال أمثل ربما لمنصات التواصل الاشتماعي من أجل نشرها وأيضا ربما التعارف والتواصل مع أفراد أو حتى جماعات يعني جمعيات أو حتى على مستوى شخص معنوي عادي ربما رب يعطاه يسر لي ويمكن يقول لك أنا ممكن أن أتكفل مثلا بدرب عمر في الدار البيضاء على سبيل المثال بما أننا نتحدث عن منصات التواصل الاشتماعي سننتقل مباشرة مشاهدين متابعينا لفقرة منصات وفي منصات مشاهدين يسرون أن نستقبل الزميلة كمثر حمومي التي ستقدم لنا إطلال على منصات التواصل الاجتماعي حملة دفء في كل برد هاك البس خود البس واليوم أمام حملة أخرى ومبادرة أخرى تحت عنوان غطيني ولكن فيها استخدام لتقنليات الحديثة لتكنولوجيا المعلومات ربما ونوفل هذه الحملة يعني من بين أهم الحملات الممكن أننا نلقوها يعني فصل الشتاء هذه السنة خصوصا أنه يعني فصل الشتاء هذا العام تميز من خفاض كبير في درجات الحرارة والصفحة دي الأستاذ محمد رحمه على فيسبوك جزء كبير من محتواها نوفل يتحدث عن مبادرة غطيني هنا في هذا المنشور يطالب مثلا محمد أصدقائه بإعادة نشر هذه الصور التي يشرح فيها كيفية انخيرات المبادرين يعني في هذه المبادرة أولا عبر تحديد مكان تواجد الأشخاص بدون مأوى على هذه الخريطة التي وضعها رهن إشارة المنخريطين ثانيا عبر سرد المستلزمات الواجب توفيرها لمساعدة هذه الفئة ثم صورة أخرى يبين فيها جميع أرقام الهواتف التي يمكن تواصل معها جميل وشاهد حتى من بين الصور المأكل يعني الماكلة غطاء القيطون الصغير الذي يمكن الإنسان يبات فيه في الزنقة الساكد الكوشاج ساكد الكوشاج يعني ليس بالضرورة جاكيطاء ولا غير بطانية حيث تزري بش بينات لانا هاد النوع ديل 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 أغطية الساكد الكوشاج ولا حقيب كيس ديل النوم نعم أكتر فاعلية لانا ديجا كيكون موجد لدرجة الحرارة منخفضة لاناو من مستلزمات تخيم وتخيم في جبال هاد المسائل وتاني حاجة أنه يقدر يتجمع دغية ويكون يعني سهل تنقل أسهل من البطانية أو الكوفيرتور صحيح مساعدات عينية مادية لا احنا ما كنحاولو ما نجمعوش المساعدات العينية بعيدا القضية أنه المساعدات المادية تتحكمها قانون وكذا ولكن في حقيقة لأساسي أن هاد الناس الوفروليوم لأنه تيمكن نعطيهم ليس شيئا صعيبا ولكن لكي أعرف أنه يمشي يفضل أنه يدير بي حاجة قراءة على أنه يسخن به فتنفضله وسيدي شوز براتيك لأنه تجربة وراتنا بأنه المانطات ليس شيئا براتيك لماذا؟ لأنه مع الشتاق واتقل ديالهم لا يستطيع أن يأتي من الصباح لأنه يقلب على رأسه يمشي دور فكي يمشي دور ويهزم على هذا شيء كامل لا يستطيع لأنه تكون أفضل براتيك دودون سخونة المأكل ولول هذه الليلة أضعف الإيمان هذا شيء يقدرنا المأكل في هذه الليلة إلا أننا قدرنا نوفره لأحد الوجبة أو لا يعني كين الناس لي ما شاء الله أسر ممتدة كالطيب ديال العشرين واحد وكي يأكلوا غير خمسة إذا أعرف بالفضل هذه الخريطة هذه التفاولية أعرف أنه مثلا في هذا المكان يتواجد أربعة شباب 18-20 عام ديما متواجدين هنا أجي يقول لك أنا بلاس ما نلوحي شيء في الزجل لا نجمعه ونديره في طبق جيد وكذا ونهبطه لهم ونعطيهم إياه وأنا ما خاسر تنشي حاجة وبالعكس كاسب الآج كوثر والمبادرة نوفل يعني لقت تجاوباً مهماً من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي خديجة صنصار مثلاً علقت بما معناه لا تفوت الموعد مع 15 يوم من العمل الخيري شاركوا بكثافة في هذه المبادرة خول قبل كتبت منشوراً مطولاً تقول في فقرة منه بما معناه أدعو جميع أصدقائي إلى الانخراط في حركة غطيني أقول حركة لأنها ليست مجرد نشاط هو تعبير عن إرادة من قبل شباب مغاربة من أجل مساعدة الآخرين من أجل عيش فصل الشتاء بكرامة نعم يعني محمد هناك تأييد من دب خلود قبلها سنة لأنه تكون حركة أنه ما تكونوش مناسبةين فقط وهذا فصل الشتاجات دروها 15 يوم السلام عليكم لا حركة التي ربما في الأول تبحث عن حلولاً استعجالية ولكن في المستقبل قد تبحث عن حلول جدرية بالتعاون مع مؤسسات مع جمعيات مع قطاع خاص صراحة خلود من الناس اللي خلونا أننا هذا العام نكونو متحركين بزاف لأنها تخيزونقاجة في هذه الحركة هذه ومن الناس اللي تقريباً عندهم نفس التجربة ديالي أنا وياسير فعندنا تجربة كبيرة مع هذا النوع ديال المبادرات ما بغينا نخرج من المسألة ديال الدرفية وندلوا في واحدة السيرورة ديال هادا استراتيجية برنامج عمل تولي حركة هذك شي علاش بالنسبة لنا بحل دباً مثلاً أن الخريطة تتفع وليه وخاكت بان كواحدة النقطة صغيرة ولكن هي اللي غادي تخلي أن المسألة تحول الحركة لأننا غادي وليه اليوم أولا بقينا كنديفلوبي في البرمجة ديالتطبيق فليوم غادي نقدروا نعلموا الناس بأننا ركيني الناس هذيهم غادي نحاولوا نخرجوا اليوم على الفعل وليس فقط بشي نفعوهم بشي وما أنكم يعني كتواجدوا على أرض الواقعي وش ما فكرتوش أنكم تعملوا مثلاً قاعدة للبيانات والأرقام مثلاً اللي تتعاونوا بها مع مؤسسات رسمية كالمرصد الموجودة في مدينة محمدية لرأس الظاهرة التسول والتشرد مثلاً لا نكرهوش أن هذا شيء يكون زعمة من المشاريع المستقبلية كما شرح هي سير قبيلة فحنا هذه المبادرة كانت مبادرة كرجعولها كل عام سواء كجمعيات سواء كأشخاص بشكل فردي اليوم نطلقات بطريقات يعني شخصية لتجمع نفاع وتاني معرفناش كيفاش غادي يكون المستقبل قدر أكون أنا شخصياً كان آمن بزاف بالبيانات وكان آمن بصحافة البيانات كان آمن بالترافة باستعمال الأرقام والبيانات يعني إحتي تأكدوهم الأرقام اللي كتعطيها الوزارة أخيراً صدرت واحد الرقم ديلة 3,400 على مؤادون ديلة مشردين أربعة ألف ومئتين واربعين وقلات الأطفال مشردين بغينا نشوف أن الأرقام موش حقيقية يعني أنا كشوف أن الرقم يعني على المستوى الوطني هذا معاً بغينا نشجد مقارنة بالواقع فشككوه ولكن رأس يمكن لدوب ديل هادش يمكن يكون كنت أكتر يعني مغاير مغاير الرقم ديل مئتي طفل ربما يكون موجود فقط على ساعد مدينة كان نغير في المحطة الطرقية ديلة تانجا وزيدي هسنية في ديلة تطوان وآسي لو ولد ديلة كازا أرقم مخيفة في الساعة 4,000 5,000 أرقم مخيفة واحد يقلق واحد في الزنقاء ستتحمل كاملة المسؤولية فيه قمبولة موقوتة واحد في الزنقاء كاملة تتحمل مسؤولية كاملة كمؤسسات كأشخاص كجمائيات هذا الحديث عن مسؤولية مجتمع هل تجدون تفاعل وإن كنتم لا تتسولون الناس يعني أو حتى المؤسسات ولكن على الأقل حين أقوم أنا بمبادرة هناك مؤسسات من القطاع الرسمي مؤسسات حكومية تعنى بما تعنون به أنتم الأطفال أطفال الشوارع المشاردين المسنين الأيتام إلى غير المتخلى عنهم إلى آخره ركي النساء ابنات كيكونوا في الزنقاء حوامل أيضا كيكونوا في الزنقاء بلا مأوى بلا سكن بلا كده يعني كتدر على ظروف قاهرة لفئة المجتمعية تحتاج إلى مساعدة ملحة هادي الإحساس بالمسؤولية كاين؟ كايبان؟ بكل صراحة بدون تزين أو تزين وأشوف الإحساس بالمسؤولية هو يختلف يمكن المؤسسات عندها نظرة هالأشياء تتقدمش للقلب والعاطفة الاستركتوري عندها مجموعة هذه الزاكسون ممكن تديرها لكن عند الأشخاص وجمعية المجتمع داني كين نية الحسنة البون فلانتي كينا المسؤولية مشي كل شي تيقول بأنه مسؤوليتي أن هذه الطفلة في الزنقة ديجا أنه لفيت أنه تدوز كلنا وتلقاها وما تديرش مبادرة أموات تسول وعادة شي تفتح مع حوار كي أثرش فيكا هذه القادرة ما تنشوفها شعاد الناس إلا من قليل نقف السلام شنو تديرها شنو ليجابك هنا ما كينش الناس الخافوا منهم كين أن كين مجموعة هذه المشرات اللي فاقدي العقل ولكنو خاقدي العقل ماشي عنفيين ماشي رأى في تجربة دينا هذه سنوات نخرجوا إحنا 12 الليل وحدة الصباح أرى ما تنطلقاوش بناس عمل الحمد لله معمرنا تصادفنا معا شي مواجهة يعني فمعا شي واحد أنا لا يعني بالنسبة للمغربي والمغربية يتمتعون بقلوب رحيمة يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة يقدمون يد العون هذا بطبعهم مع تواجد الثقة عامل الثقة تتحدثت عن وحد يعني تجمعوا عليه على الناس وإن كان هندامه لا يوحي بأنه مثلا كلنا أولاد باب الله يقوله ولكن هندامك يحيش أنه يعني إنسان جاي مثلا من أسرة ومع ذلك الكل وقف معاه وكانت حالته الصحية يعني كارثية وحاولوا تقديم الإسعافات أولي إله أجابوا لي ما يأكل أجابوا لي كده في حي عادي جدا والناس وقفت معه وستجد قص على ذلك ومثال يعني هذا الروح الطيبة ما زال موجودة عند الناس مقابل لها ربما كين واحد النوع ديالسط بينه وفل معها الدهرة للأسف مؤخرا حقيقة كي الناس يعني اللي كيف ما قلتي ما زال عندهم ذك حب الخير وأنهم كيتدخلوا وأنهم ولكن يعني في المقابل ربما الشعب ولا أيضا كي طبع معه بحل هاد دواهر هادي معه كيف ما قل أنا نشوفو ناس في الشارع كيبيتو في الشارع يعني كي ديرو كراتن وأطفال يعني في عمر يعني ما زال يعني في طفولة صغرى ديالهم أو ولينا ربما نطبعوا مع هاد مع هاد داهرة هادي والمسألة يعني خطيرة جدا واللي خطيرة أنا أفل لأنه نحنا في خلال درنا غو بيراج باش تنشوفو الناس اللي كين في محمدية كلها عم تنذيرو ما شلل نشوفو حالو موحد كين ومستدين نوماد فعلان ماشى هاد نقلو ما تيقواشة غ Parr storms تيبقاناون تريدو تتنقلو وعليش لأن لأنャه ربما يصد Prosett أعرف إنه هذه اللاسة هاد دى ما başقالش وإنه يجول الم cockroach ذنبقى م منا في الإضادة يا ربما يقول أنا طيب لا شيء من المحمدية يمكن أن يكون من المحمدية غريبة أنه من نفس الدينة ومشرت في نفس الدينة يأتي من المدن الأخرى مثلا تضرب دولة عادة تسألوا ما أجب؟ يقولون أن المحمدية ستتهلوا فينا أكثر الناس ستتهلوا يعني حتى تسيفدوا حدين أن هذه المبادرات التي سنخلقوا أو أن تسيفدوا حدين هذا الخطير وأننا بحلتنا بدون ما نقصد تنشجعوا الناس يأتيوا الله بكل عكس ستنذيروا هذا الأباء التي ترمي أولادهم في الشارع لا شيء يقول لها صافرة كل جمعية تكلفوا به ستكون متابعة قانونية في نداري بالنسبة لهذا الأباء لا تنشجعوا هذه القادمة لكن الأمن يأخذ لفش هذه الناس ويعرفهم وشكونهما ومن المولودين وكذا ولكن أيضا ليست لديها تلك السلطة بتوفير المأوى يعني ما عندهش قانون يغيدر ليه وما عندهش عقوبة أن يقول له أنا في فضاء عام ما عندهش حاجة ما عندهش حاجة ما عندهش دي السلطة هذا أول إشكال نبيل إشكالات أنه مشيت واحد مشراد مشيت حالة لقيت طفل لقيت مرأة وهذا أنا قدرت جاعوا فين هنتيهم نعم كوثر والمبادرة نوفل تحدث عنها يعني بشكل واسع المواقع الإلكترونية ومنها صفحة هسبريس التي عنوانات مبادرة شبابية ترمو تيسير حملات التطوع بتحديد أماكن المشردين وهو المقالة الذي عرف تفاعلا كبيرا جدا من قبل قراء صفحة هسبريس الإلكترونية ومن التعليق التي طلعتها هذا التعليق لندية قالت فيه خيرا فعلتم إنها مبادرة طيبة حبذا لو تجاوزت هذه العملية مدن الضار البيضاء والمحمدية الحمد لله ما يزال هناك شباب الخير في بلادنا صاحب التعليق رقم ثلاثة وقال لك إحلم ولا عيش في مرش قال لك مبادرة مديزة بتعم أرجاء مملكوزة بتبليع وزارة تضامن لتوفير مسكن لهم وزارة تضامن الأزراء توفر مساكن المشردين مساكن المشردين ولكن جميل في الأمر أن المجتمع المدني اسمح لي قاطعتك لم يصلح مجتمعا صامتا مجتمعا يعني يسيطر عليها الحياة المادية مئة بالمئة أصبح يتفاعل أصبحت الجمعية تلقى أقبال وأصبح حتى الناس يشعرون أوكي أنت عندك روح التطوع منذ الصغر مثلا سي محمد وكنت مثلا في أس أس ومشيتي الجميع أخرى وأخرى قلت فرادة أو جماعات تحت هيكل تنظيمي ليجمعنا جمعية أو ما شاء الله تطلعوا على شباب المغرب يعني ما عنده تعالق ربما في العمل ولكن جمعكو عمل الخير في ناس الوقت أصبحتوا تلشرون ثقافة الخير أنتم ماد رادي البركان قبل من هاللي فوجدك بعد من هاللي فاسل إفران إلى آخره فثقافة الخير تنتقل من المجتمع المحلي لتعوم الوطن بمجمله وهذا هو اللي خاصه يترسخ بغض النظر حققتي أهدافك كلما حققتيها فما بالك إذا كانك أثر توظيف لتقنيات وتكنولوجيا المعلومات الحديثة في فعل الخير سمح لنا فالبقيت غير نعطي أحد الملاحظة أن حتى المواطنين ربما يتفاعلوا كثير مع جمعية المجتمع المدني من أنهم يتفاعلوا مع المؤسسات الرسمية كمثال الولاية الريباط مثلا كانت وضعت هذه سنتين ربما واحد الرقم أخضر للتبليغ على حالة التشرط بالإقليم وربما من أجل إلحاقهم فيما بعد بمراكز اجتماعية ولكن ما كانش يعني يتفاعل كبير من عند المواطنين في حين أنه كنشوف المواطنين يتفاعلوا كثير مع الحلاجة يتقش المؤسسات الرسمية على العمومة ربما ربما القرب الخاص بمجتمع المدني قربهم من الناس حملاتهم وتزولهم للشوارع إلى كذا ليست هي فقط إصدار بيانات وإعطاء أرقام خضراء وحمراء نسرت بعض المواقع الإلكترونية التي تحدثت أيضا عن هذه المبادرة كموقع للا بلوس موقع نون موقع سلطانة موقع 2M.MA وغيرها من المواقع مزيان أيضا الاهتمام بمبادرات إنسانية نبيلة تنعكس على المجتمع تلعنصر الجدة ربما في المبادرة دي لهم دي لأنهم عملوا خريطة ربما حتدك العنصر دي الجدة والبتيكار حتى هو ربما العدود دي لفت الانتباه وحتى الناس يعني عليها أيضا هي الأخرى أن تتفاعل مع مثل هذه المبادرات على الأقل بالحث على فعل الخير إن كنت لا تتوفر على إمكانيات فعل الخير فبيلسانك فبيلسانك أنت لا تستطيع أن تكون غير مهتم ولكن هذه المبادرات كانت تمنح أحد الناس الذين فعلا يقلبه ويديروا الخير ولم يلقوا الطريقة دياله أو يحشمه من ذلك السيد أو هناك أزمة ثقة أو لا يخاف يتسواصل معه أنت غدر له تقوله لما تبعد شرف بلاستك راكين ولا لا سي محمد أصلا كنا كنت أتاكر على هذه المسألة وياسير قبيلة قبيلة قبل أن ندخلوا للبلاطو واحد سيد من الجديدة كان عرفه أنا كنت قريت شوش حاله في واحد البروغام أصفت لي ميساج بأنهم داروا واحد الحملة التي تبقى القوة التواصل التي لديهم هما ليس هي نفس القوة التي لدينا نحن كبار قليلا في السن وكن نعرفه لذلك سهل باش أنها مشاكة في البوز ماي خصنا نعرفه بأن المغاربة كانت بزاف ديالناس يديروا الخير وكانت بزاف ديالناس اللي كيشكلوا صمام الأمان ديال هاد المشامة وكما قلنا قبيلا بالخصوص في هاد طاهرة هادي كيفاش اليوم أننا كنت حدو لوحدا مثلا شي مسائل كبيرة كالإرعاب ولكشي وما كنت ديروا والو له هاد الناس لأن هاد الناس أكثر 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 قناة بالموقود كما قالت كوثر لأن الشارعي ربما يعطيك بعض الدروس التي فيها الانحراف أكثر من الاستقامة هذا كل ما لدينا شكرا لك وثرب عجالة نذهب مشاهدين متابعين إلى فقرة مع عيصان وينضم إلينا الزميل عصام العباري من إقليم إفران الحديث عن دار التضامن التي تهتم بالمسنين والمشاردين الذين لا يملكون المأوى ويعانون في فصل الشتاء البارد إذن عصام لك الكلمة تفضل موسيقى 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 السلام عليكم موسيقى السلام عليكم سيدي هنا من المقيمين في المركب الاجتماعي كيف اشتجت لنا؟ أشغالي نقول لك أنا جيت ما عندي لعائلة ولا جيت على حساب السلطة على حساب البشاء وهو اللي جابني الهنايا وأنا سقر والقضية أشغالي نقول كوشي بخير وكوشي على خير سيدي تكلمنا قليلا شوية شوية عاليك في العمار ديالك تكلمنا على العائلة ديالك شوية كيف شد القديح تلقيت بوحدك؟ كنت عايش واحدة معيشة وعايش في الكراهة وعايش هذا سميته وجيت للعائلة والعائلة مزل لعاة كان نشي لهذا ونشي لهذا وحتى عييت رعيات الصحة لي وما بقيتش عندي الصحة وما عندي اللي خدمة لي وما عندي أولاد وتفارق سنة والمرة وصحخانتني ومش اتقدمت اللباشة والباشة جابني الهنايا سبحو تسدي الموما في درائيسة هنا يا بيتك تكلم لي توصف لي الحالة ديالا على الناس هدو اللي كي يجوا عندكم كيفاش كتكون الحالة ديالا خصوصا كنتكلموا لانهم احنا كنتكلموا حنا متجواجدين في جبال الاطلس المتوسط هاد الناس كنجيبوه من من بره كنقاوهم بره ومشا كي يومين تلجم كي يبقونوا بره وكنجيبوهم من هنا على اساس يجيوا التفاع عفتموين اثلاث عام فيه البرد ويلاقي صغير النهار يومين في البرد كي يكون حالة ديالهم شوية صعيبة كنجيبوهم من هنا واخد اكتشي كنجيبو من هنا كنقاوك الصعوبات بالامرض للبرد بحل الروماتيز بحل الروماتيز بحل الروم بحل الزفزل عواقب اللي كي يكون البرد سبحوه شنو اول حاجة كتقدروا تقدموا لهذه الناس هذا بعد ما كي يجوا عندكم اول حاجة كان دوم الفحص باش نشوفوا الآن مرض يومين من بعد الآن الفحص كان ندوجوه للعلاج الأولي وإلا كانت مشكلة كانت دون السبيطان قيل نحن السلام عليكم للعيشة جناكم ضياف اليوم في هذا المركب هذا لله كيف اشتجتي هنا وش حالة انتياف هذا المركب هذا والدي عام دباهان في هذا البلاسة مخيرا كلينا شربنا صبنا نعيسنا الله يجعل البركة في المديرة ديالنا لقد اجتنا كلينا اكله وشرفوه حمدنا الله وشكرنا نعسنا فاش بغينا كلنا اللي بغينا ما كانش اللي قزرنا ما كانش اللي قلنا احتبق بزربة أزير جلك كيف اشتجتي هنا جيت سيدي بنتي مشتجي وجاتوا وخلاتني ما كانش اللي كانس اكتفية اخوتي اخوتي عيالتهم صافي جيت ملقيت لي اعتني شي قشرة اللي خبز وجيت حالي نهلا سعاد السلام عليكم احنا في المركب الاجتماعي والتربوي ورياضي اللي تنظروا اللي تكلميننا تعرفين شي شوية بهذا المركب هذا وش كل الناس اللي تستفدم بسم الله الرحمن الرحيم المركب الاجتماعي الرياضي والتربوي ضمنيا كان مؤسسة دار تضامن للأشخاص الموسمين هي مؤسسة مؤسسة الرعاية الاجتماعية الخدمات اللي كتقدم خدمات خدمات التكفل دائم بهذه الفئة من الناس اللي غالبا كيكونوا بدون عائل وبدون مأوى وبدون حماية خارجية المؤسسة كتوفر لهم جميع هذه الخدمات الإيواء التغذية السليمة الاستشفاء والمرافقة الصحية والمرافقة الاجتماعية كذلك نتواجد اليوم في دار التضامن لإيواء المسنين بمدينة أزرو حيث قمنا بزيارة لهذه الدار لنتعرف الخدمات التي تقدمها للمسنين أغلب المسنين الذين تواصلنا معهم تحدثنا إليهم استمعنا إلى قصصهم وحكايتهم شيء مؤسف حقا أن أحيانا أن توفع الرحمة من قلوب بعض البشر ليرمي بآبائه أو أولياء وأحبابه وأقربائه إلى الخارج ليبقوا دون مأوى شكرا جزيلة لك عصام نحن هنا غير فرباط وكنموت من البرد في الليل فما بالك إفران وإحليم إفران اللي فيه أجواء باردة جداً وسقيع وثلج وغيره وللأسف لحد الآن يجتم هطاتش نتمنى إن شاء الله تكون يعني يغيثنا يغيثنا الله عز وجل بهذه الأمطار الخير ياسر معاك ها هو كين كين أماكن ومراكز للإيواء وتعنى بفئات هامة في المجتمع خاصة في بعض المناطق اللي هي جغرافياً تعاني من البرد القارس صحيح شاهدنا هذه المبادرة الآن في إفران مبادرة بزوينة بزاف لأنه كين هاد القابلي أننا نقويو هاد الناس تيصعب الأمر في مدن كبرى صحيح ومدن اللي فيها صناعية وكذا كتفة سكانية تيصعب الأمر تيصعب الأمر لأنه وخد اللي هم مركز حلقة دكمة متأوي بين شيوخ وبين أطفال وبين كذا فهذه المبادرة في حقيقة تكون ديبليكي ولكن ما هو الستركتور كيفاش تفكر أن هاد الناس تنضم ليهم شي حاجة هذا لي من أسمح لي على المقاطعة لأنه بمشاريع بمؤسسات مبادرة وطنية للتلمي البشرية ومؤسسات مبادرة أخرى أصبحت توفى دور إيواء لهذه الفئات المجتمعية كينين أنا كنقولك على حساب المدن والحساب الأماكن أنا على حساب عالمي مثلا المحمدين المحمدين فيها مركز كين دار المسنين كين دار المسنين وكين دار الأطفال غير ذلك ما كانش شي زع ما كانش انتشار أوسع ربما في الطلب الموجود ربما على مستوى المدينة وقد تذهب لمدينة عملاقة أخرى كتدار البيضاء وتجد بعض الأحيال التي تفتقد لمثال الأمور ولكن شوية بشوية والأمور تتحسن نذهب مشاهدينا مباشرة لفقرة الرسالة وفيها يجسد رفاق الزميل يسري المرة كوشي مشهدا جديدا يتحدث عن ظاهرية اجتماعية جديدة وهذه المرة الحديث سيكون عن تعرض شخص من ذوي القدرات الخاصة والاحتياجات الخاصة للتعنيف من بعض المرة فكيف يا ترى كانت ردة فعل الناس على هذا الفعل القبيح مشاهدينا مرحبا بكم فقرة رسالة اليوم سنرى يوسف الزاهر اللي غير لعب دور دي الشخص كي اعتاد على عز ديل خلفلي كيلعب دور المعاق في الشارع وأمام الناس ردود الفعل كانت جد مؤثرة مشاهدينا شكراً لكم موسيقى نهاية السيدة الرحمة حسنًا لا مريد أن تجربة حسنًا نهاية السيدة الرحمة موسيقى موسيقى نهاية السيدة الرحمة كان بالخواب وعدها ت substantيا أين اضعني سابقاً يستبقى سابقاً لا تأتي سوف اخبرني لقد أسمتها ولم يішوا قلتني بزرع حوالها أخبرني انا متعب L ba رأيتها كنت بمشي علاجية ولكن حسنا نعم لأسنا لا تكون好的 لأسنا لأنها لأسنا لأسنا موسيقى موسيقى السلام عليكم تفضل معنا أستاذ إلا سمحتي أجي يا أستاذ الخلفي هذه تجربة اجتماعية يردد فعل الناس في الشارع منك يشوفوا واحد يتعدى على معاق نشكركم أنكم دخلتوا تشفناكم أنكم دخلتوا أنتم ممشيتوا ورجعتوا نبدأوا بك أولدي كيف كانت تدخل ديالك كنتك تشوف شخص يتعدى على شخص معاق ما أقولك إذا أريد أن تتعاون أخك فأنا أريد أن تتعاون ودوازوين دعيناك الله فأنا أريد أن نتعاون سلوك يتعاون أدخلتك كذلك تحاول أنك تدعه أمور أكثر حيث أنا حيث أنا الوقت لدي سنة أسمعته وقالي أخوة تضحق قالي أنت موعاق أخوة تضحق أخوة تضحق أخوة تضحق شكراً 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 آف لا تجيني شطاء رهش الراكباء المغرب يقصيل وما بولى في سعايا عالكرمة والأمان يبحث الإنسان جيني للخير تخلينيك عشايا لا تجيني شطاء رهش الراكباء المغرب يقصيل وما بولى في سعايا عالكرمة والأمان